القصة الثانية أطلقت عليها الصحف مغارة علي بابا هل هي مغارة علي بابا ولا التفاصيل اللي موجودة فيها أكبر من حجم الفلوس اللي وصلت لـ 100 مليون جنيه بالإضافة لألاف ألاف من العملات الأخرى دولار عايز يورو عايز عملة سعودية أو خليجية هتلاقي اللي انت عايزه مغارة علي بابا أو شأة حداي أكتوبر أو شأة أكتوبر اللي كان فيها قوضة واحدة بس فيها هذا المبلغ ايه تفاصيل ازاي الوصول لها ايه اللي أصفرت عنه التحقيقات دي أسئلة هيكون معنا إيجابتها حيلا من خلال صدقنا الزميل العزيز اللي موجود معنا عبره زوم وهو الأستاذ فتحي سليمان وهو طبعا يعني زميلنا الصحفي الكبير ومسؤول ملف الأمني بموقع القاهرة 24 يا أستاذ فتحي مسائل خير مسائل فل على حضرتك يا أستاذة ومسائل فل على جميع سيد المشاهدين مسائل فلوس كتيرة جدا تستاهلت قال عليها مغارة علي بابا بس كانت ايه القصة اللي وراء الموضوع تم يعني التفاصيل أكتر هلاقيها عندك أنا عارفة خلينا أقولك في البداية أن مغارة علي بابا ده اللقبل أو اللفظ اللي احنا أطلقنا عليها بمجرد حصيلة المبالغ دي بنفكر أنا والسلام حمود المملوك ليس التحرير الأول ما سمع 100 مليون قال دي كنز علي بابا على طول طيب لا نخليها على مغارة علي بابا مغارة علي بابا ده قصة في التفاصيل طبعا ما زالت خلينا أقولك عدة مفاجآت غير المنشورة الأول على مغارة علي بابا دي بدأت بتحريات ومعلومات وردت لجهزة الأمن ومباحث الجيزة الأموال العامة في الجيزة اشتغلت على الناس بتتاجر في العملات وبتتاجر في الفلوس بتاخد دولارات والناس عايزة بضع أو حاجات من بره يتعاقدوا معهم في الخارج على أن هم يدوهم الحاجات اللي هم عايزين هنا في البلد بس مقابل عملات أجنبية وليست عملات مصرية دي المعلومات الأولية اللي بدأت أو الخيط الأول اللي بدأ رجال الأمن يشتغلوا عليه وطبعا بتتبع أفراد الأصابة وتفتيش السيارات في أحد الأكمنة عسروا على مبالغ كبيرة جدا اعترافات المتهمين قادت إلى سرداب أو إلى غرفة سرية في شقة في منطقة حداية أكتوبر وعسروا في الشقة دي على 100 مليون جنيه وعملات أجنبية وعملات دولارات ويورو وريالات ودرالم عملات كتيرة جدا طبعا في الجديد بقى أن أجهزة الأمنة حتى الآن لم تغلق هذه القضية ما زالت التحقيقات جارية ما زال الفحص شغال لأن فيه متهمين تانيين فيه قضية غسيل أموال كبيرة جدا بتتجاهز وبتتزبط دلوقتي ومنقشة المتهمين ما زال أجهزة الأمن وفريق من الأمن إيه الجديد اللي طلعت بيه التحقيقات لحد دلوقت هل فيه شخصيات إحنا أرينا أخبار كتير بس مش عارفين مادة صحتها رجل أعمال معروف استثماراته وما صنعه في السادات إن الموضوع لا تجارة عملة بس الموضوع بس ليه علاقة بأنه بيحاول يوفر الدولار عشان شغله يعني إيه الموضوع هما ثلاثة رجل أعمال تاجر سيارات وأحد التجار المعروفين في قطع الغيرات وإلى ذلك طبعا معروفين في الأوساط بتاعتهم لكن هو مش شهير لدرجة أنه نطلق عليه رجل أعمال شهير للأوساط كلها لكن هذه العصابة لسه فيه ناس تانية بيتم فحصها الخيط هيكر لمتهمين تانيين ما زال الأمن يفحص ويعمل على جمع معلومات عليهم لأن أفراد العصابة دور استعانوا بمتهمين تانيين خارج مصر وداخل مصر ولسه كمان اللي عايز أقول لك أن معلوماتي أن فريد من قطاع الأمن الوطني بيفحص علاقات هذه العصابة المجبوهة وحاليا الأمن العام والأمن الوطني ورجال من مباحث الأموال العامة بيقفلوا قضية تانية ربما تكون أكبر من قضية الميت مليون وقضية أكبر من قضية المغارة والسرتاب اللي فيه الفلوس وممكن تكون قضية أكبر من جارة العروف ممكن يكون على علاقة بجماعات إرهابية أو تمويل أو ما إلى ذلك ده اللي مش عايزة أستبقى التحقيقات لكن حتى الآن المعلومات اللي جاية في التحقيقات هتبقى ضخمة وهتبقى كبيرة جداً وهيبقى فيها مفاجآت أعتقد أن هي هتبقى ممكن تبقى قضية عشرين وعشرين هل فيه أي أسماء توضعت على لائحة الاستدعاء غير الثلاثة اللي تم القبض عليهم؟ ده أسماء موضوع على قوام الترقب الوصول اللي استجوابها الحين وصولها في حالين بحث برضو متهمين على علاقة بأفراد العصابة في المعاملات المالية والمعاملات التجارية ده كل الأمن بيفحص ويجمع معلومات حواليهم علشان قاطر يتبقى العضية متزبطة وتتأفل صح